خطوة مهمة لاستعادة السيادة على الموارد المالية هي تلك التي كشف عنها الإعلان المفاجئ للحكومة عن إرساء مناقصة تسمح بتصدير أول شحنة نفط بعد توقف دام أكثر من عام خطوة الحكومة هذه أنجزت وسط تحديات هائلة تشبه من حيث مصدرها تلك التي تعترض تقدم الجيش الوطني والمقاومة نحو استعادة العاصمة ومعها مؤسسات الدولة رغم توفر كل الإمكانية اللازمة لهذا التقدم مسؤول في وزارة النفط والمعادن قال إن الوزارة وجهت دعوة مناقصة بيع خام المسيلة إلى 29 شركات نفط عالمية لشراء كمية تصل إلى 3 ملايين برميل معتمدة إجراءات وصفها بالقانونية والسليمة والشفافة ووفقا لآلية بيع النفط الخام المتبعة في لجنة التسويق الحكومية مراقبون اعتبروا أن الخطوة الحكومية جاءت على وقع تطورات سياسية تكتنفها العديد من التعقيدات خصوصا في ظل توقعات منهيار وشيك لمشاورات الكويت من شأنها أن تفتح المجال لمدى واسع من العنف والاحتراب لا تبدو خطوة الاستيناف الوشيك لتصدير النفط معزولة عن خطة الحكومة لاستعادة المبادرة الاقتصادية إثر هدنة مراوغة للبنك المركزي فرضتها المؤسسات المالية والعواصم الدولية النافذة على الحكومة والتحالف فقد سبق هذه الخطوة قرار اتخذته حكومة رئيس الوزراء أحمد بن داغر إثر عودتها إلى عدن قضى بفتح حساب مستقل للحكومة يسمح بتحصيل الموارد من المحافظات المحررة وتلقي عوائد تصدير النفط والغاز وإذا استمر الوضع مثل ما هو عليه يعني فأنا أتوقع أن تكون النتائج لا تختلف عن نتائج المشاورات السرية التصريحات المتشائمة بشأن مآلات الجولة الثانية من مشاورات الكويت تعززت بتصريحات من أعضاء بارزين في وفد الحكومة الذين وصفوا هذه الجولة بأنها أسوأ من سابقتها وأن نتائجها لا تختلف عن نتائج المشاورات السابقة من بين خطوات قليلة محسوبة للحكومة تبدو خطوة استئناف أهم موردين اقتصاديين في البلاد النفط والغاز هي الأهم على طريق استعادة الحكومة لنفوذها وسط هذا القدر من التعنت الذي يظهره الإنقلابيون في وجه الجهود المبدولة لاستعادة السلام في البلاد